موازين القوى على الأرض إنه ما حدث من المقاومة الفلسطينية لم يحدث خالص خلال 75 سنة بشكل العمليات، شكل التحرك شكل العملية كله مختلف تماما عن النمط السائد والمعروف عن المقاومة حتى الجنرالات في الجانب الإسرائيلي المحتلفة إنهم اعتادوا الشكل التقليدي المقاومة الفلسطينية ولم يعتادوا ذلك ده إضافة إلى المفاجأة اللي بتستوجب بالتأكيد فتح تحقيقات موسعة لدى أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية علشان يتعرف إزاي ده ما كانش معروف وأنا من أنصار إنه حتى حققوا هناك في أمريكا على نفس الموضوع يعني إزاي الأمريكان ما عرفوش وما بلغوش أصحابهم لكن حتى إذا حصل حكومة من الناس جنرالات وحاولوا إدارة حرب توحش ضد الجانب الفلسطيني عمليا هو خبرته مهما كانت مكتسبة خلال عمليات سابقة هو ما يعرفش طريقة التحرك الجديدة وعلى ما يبدو أن الفلسطينيين مستعدين للمزيد من المفاجآت وبالتالي إلى أي مدى قضي يطول أمد الحرب وهيبقى شكلها عامل إزاي؟ شوف حضرتك هو على مستوى الطرفين سادة النائب فيه بنك أهداف بنك أهداف عسكرية والسراتيجية إن أنا وأنا داخل المواجهة عارف حدود إيه وأقصىها إيه بحط ترجيح وبعمل تأدير موقف عسكري والسراتيجي وحط سيناريوهات وحط وزن نسب لكل سيناريو بقى لباق أي مواجهة اللي جديد فيه إنه حركة حماس هي من تدير في المواجهتين السابقتين كانت الجهاد حماس بتعمل ده تسترد شعبيتها في قطاع غاز عايزة تبقى بديل لفتح عايزة أمور كتيرة جدا بتطرح نفسها كقوة رئيسة فيه تطور اللي حاصل جوه الحركة يفصل لحضرتك العسكري يستبق السياسي فيه صراع وتجاذبات ما فيش داعي نحن نتكلم فيه أدراء داخل الحركة على الأولويات والمهام والعلاقات في الإقليم وكده جزء الثاني هو مرتبط بالفصائل الأخرى ما مش حماس بس بالمناسبة هي أنت عندك كل الفصائل المقاومة أنت عندك البعض الفصائل والفصائل كلها زي ما حضرتك بتقول كلها بتشتغل وكلها في تنصيق آه التالي بيتم ده لكن الهدف واحد الهدف واحد الحكومة الإسرائيلية بافتراض سؤال حضرتك أنه تشكل حكومة عسكرية وحكومة تبدأ تشتغل وما إلى ذلك الوضع الآن في الجيش الإسرائيلي في حالة انكسار والإخفاق زي ما قلت لحضرتك مش قضية في أنه يعمل لجان تحقيق ده دلس حيتول والمسألة واللي ده حيتم يعني إسرائيل فيها قدر كبير جدا في التعامل في جدية في ده وحصل فيه كتير من مواقع الأهم بالنسبة لنا هل المعادلة صفرية يعني إيه معادلة صفرية يعني لو حضرتك دخلت القطاع وعملت الخير صفر وحرص الأرض كلها القطاع حيروح فين والسكانه حيروحوا فين هل فيه ترانسفير هل ممكن يبقى فيه ترحيل هيتجهل فين الموقف الدولي اللي أنت سياد تقعد تتكلم فيه أمريكا فيه ساعات الجاية يبقى فيه مجلس أمن وفيه اجتماع المجلس أمن وفيه مدولات وجمع العربية بالمناسبة احتمال يكون فيه لقاء في القاهرة فأنت بتتحرك على مستويات متعددة هل ده يوقف ما يتم لا إسرائيل ممكن تتبع الخير شمشون وتتعامل بهذا المنطب وبالتالي حماس هتخرج كل أولوياتها العسكرية في هذا التوقيت اللي أنت شفته مبارع على الهوى مباشرة هو جزء من المنظومة العسكرية الحماس خمس تلاف وفق المصادر الفلسطينية وإعلام ضيف وأنت تصدق ضيف لأن ضيف له من الحضور الكبير وهو مش من قضية المطلوب رقم واحد لا ضيف عن رؤية عند رؤية عسكرية وفاهم وعنده إمكانيات كبيرة وله حضور الكبير جوة التنظيم فبالتالي هو بيكلم بقدرات خمس تلاف ساروخ في أول ساعة ستين دقيقة هذا معناه أنت عندك منظومة ساروخية كبيرة تصل فين هي دي بقى الخطورة التي هي لإسرائيل إذا وصلت إلى مطار بن جورين وصلت إلى تل أبيب ووصلت إلى دايمونة وما أدرك ما دايمونة يبقى إذن هنا بتتكلم على مجمعات نووية بتتكلم على نحال سوريك بتتكلم المفاعلات متاعتهم وبالتالي هتتكلم على المناطق الصناعية كل دا ممكن يتعرض أو يتعرض لغاية النهاردة علينا أن ننتبه إن حماس لم تستهدف المنشآت العسكرية لم تستهدف القواعد العسكرية اللي فيها أمريكان دلوقتي في مناطق شمال نهارية والمناطق وسط وشمال تل أبيب تل الربيع وجزء من كل دا هل دا منضبط؟ آه لو أنا بقيم بقى عسكري هقول لحضرتك سلوك حماس العسكري منضبط ما وقعوش ضحايا من الجانب الآخر لأنه لو في ضحية واحدة أصيبات كانت الميديا الإسرائيلية كانت لنطلعوا طول الحرفية والمهنية العظيمة اللي قمت بها المقاومة هي رسالة واحدة أنا بحارب على أرض فلسطين التاريخية صح فلسطين التاريخية تبقى لتقرأة أولا أنا بتكلم على أرضي فدخلت انقصر الحاجز إذن فيه تطورات نوعية وتكتكية خطيرة بتعامل باعها هيبقى لها تأثيرات كبيرة لها ارتدادات على الإقليم لها أثار أغلبها إيجابي أنا مش عايزة أعدد بقى مفيش وقت لكن أنا بتكلم فيه الإيجابيات لا فيه إيجابيات كبيرة للعملية زي ما بقول بس فقط نتمنى إن احنا السلامة لشعب الفلسطيني في قطاع غزة مهم جدا نحظى بدعم عربي ودعم مصري مصر هي الظاهير الآمن الفلسطيني مصر صح 100% شهدتنا مجروحة لبلدنا لكن احنا نقول مصر والقيادة السياسية وأجيزة الدولة المصرية هي اللي وقفة في هذا التوقيت بجوار حماس أعتقد أبو مازن تفاهم هذا وفيه رسائل متصلة وفيه اتصالات طبعا لحماية وتأمين الشعب الفلسطيني